موسيقى أعزائي المستمعين ناهده إذاعة راديو دابنقا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم موسيقى أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دابنقا العزاء في حلقة جديدة برنامج حديث اليوم ومعنا خلال لقاء السيد جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان ليطلعنا عن الأوضاع الصحية بالمحلية خاصة بعد انقطاع الولاية عن الامدادات الطبية لفترة من الزمن جراء الأوضاع الأمنية التي تشهدها الولاية أهلا ومرحبك السيد جلال النعيمة في راديو دابنقا والله عظوما وضع الصحي في الجلال نوعا مستقر يعني نوعا ما فيما في مشاعات الصحية كبيرة كده تذكر ما عاد يمكن ما يقوله اللي الأمراض الروتينية العادية الليذي الميلاريات الإسحالات الحاجات دي بكارينا إحنا ممكن الفترة الفاضية دي كلها انقطاع الدواء من البلد بواحدة من الاشكالات الكبيرة الخلتة اللي هو الأمراض تتصاغم يعني بالإضافة للشغل بتاع الميلاريا لأنه كثيرا لأنه وصلا ما اشتغلنا شغل بتاع مقافحة فيهدة الفترة الفاضية الخريف ده كله ما جد بإحنا نفسنا أي شغل بتاع المقافحة اللي هو النواقع اللي هو البعض فالمعناب طبعا يهل الظروف الحاري نجمت مننا أي حالات بتاع توفيات الميلاريات خاصة وسط الأطفال وكده والله طبعا أي تير فعبطت الوفايات بإضافة اللي برضو الإسحالات لأنه أصلا برضو قيلة الفترة الفاضية برضو جاء جيزة خطرة حتى البيئة بإعتبار معظم الموظفين طبعا ما في المرسلات فترة من الزمن فبقى أنه في تدهور بتاع فتحات بيع يعني على مستوى المدينة وده خلاسي حاليا أنه برضو شغل الإسحالات بزارة المواقع العامل أسواق وغيره يمكن أخير أنك في الأيام الأخيرة دي الناس حسوا كمواطنين وكمبادرات برضو حسوا بالحضر للخطر ودهك أنه إحنا تحركنا معهم بيتماري أنه الموظفين اللي هم كانوا شغالين في السوق ده كانوا هم يعني ما صرفوا مرسلات بعد ذلك يجب أن يشوف محل إنه ممكن يتلقى زي ما يقولوا معاشه من وين فبعد ذلك أنه إحنا ومع المبادرات مع حكمة المحلية هنا فالناس سغالين ناسي حاليا زي حملات صحة بيع للمحلات العامة في الأسواق ما في حالات ظهرت لكم بتاعة كوليرا حتى الآن أو الحميات التارية دي هم الضنك عدة الحالات اللي سجلت حالتين وحس الوضع مستقر ما في حالة ثانية حتى الوضع مستقر إحنا بدلنا حم الضنك الحميات التارية لا تجدنا أي حالة وفي الأيام الجاية دي برضو مع المبادرات مع حكمة المحلية لحاملات رش للبعوض يعني هو بمتشولات محلية لنجمل من كثافة اللي هو الناجل بزيادة الإهليس اللي هو البعوض الناجل للمضانك خاصة إنه شمال كردفان الآن فيها حالات يعني وهنا متخمين لشمال كردفان نعم طيب الموقف بتاعت الأدوية كيف سمعنا بأنه في يعني مساعدات بتاعت أدوية وصلتكم خلال اليومين ديل من كادوغلي طبيعة المساعدات دي شنو وقدر شنو ممكن تخفف على الوضع الصحي والله جاتنا غافلة ممكن تبين من وكالات الأمة المتحدة اللي هو من دبلغتشوب وصلت هنا احنا في الدالة هنا وصلتنا بدلت تنفيق ممكن مع هو الجهات الأمنية وكان دعم السريع أو الحركة السعزية الموجودة على مستوى كردفان فالحمد الله الميناد دي وصلتنا في الدالة يمكن تخفف نوعا ما أغلب الأدوية كانت عندنا فيها مشاكل حاليا هي يعني نوعا ما توفرت يعني رغم أن هي ما ما بزي يقول بتوبي الحوجة كاملة لكن نوعا ما بتخفف من ستفل الحاجات خاصة الأدوية الأساسية وده في يمكن بلينة نوزع فيها على مستوى المستجمعات الموجودة على مستوى المدينة الدالة الأمراض المزمنة يعني 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 لحد من السعالات الكبيرة لكن الآن إنها المحلية خاصة اللي هو أمراض السكري والضغيب والغروضة والصرع وخاصة الأمراض المزمنة تحديدا نعم الحاجة اللي قاية تشكل إعاقة يعني الظروف الأمنية المحيطة بالولاية نعم الظروف الأمنية الآن في شارع كادوبلي الدلن مكفول يعني تماما وشارع بتاع يعني يعني لابد يتجين طبعا القرطم ما في طريقة أو البيض برضو ما عندنا يعني 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 البيض بضي يدين كده بتشيل برضو مره مدني مره يعني يعني في الغاب جائم بورسودان وكانتجين هنا ففي معانا يعني يعني في الشوارع يعني الشوارع هو الهم عموما هو يعني لابد تنسق يعني حيات تصل المختلفة الأطراف المختلفة سواء كان الحكومة الدعم السريع الحركة الشعبية لكن انتو كجهات صحية التلاصقين بالمواطنين ومعاناتهم الحاجة اللي انتو محتاجين لها تتم عبر أو التنسيق المفترض يتم عبر الجهات الثلاثة المختلفة على أساس ان المواطن ما يكون في صعوبة في الحصول على المساعدات الصحية رسالتكم شنو بخصوص الحدة دي لأن المواطن بعاني شديد في ناس بيكونوا محتاجين بالذات الأمراض المزمينة هما بيكونوا لأنه تشح في الأدوية فوصول أدم وصول الأدوية طبعا هو ممكن يعرضهم للهلاق أو لمخاطر صحية ممكن تحدث سواء مضاعفات أو ممكن حيات تأدي للوفا بالضافة للأمراض الخاصة بالأطفال يعني مجموعة من أطفال السواء التغذية الأطفال لأنهم أمراض مزمنة برضو هم محتاجين أن الحاجات التصالهم لذات الأطفال أقل من خمسة سنوات فبرضو دي واحدة من الحاجات المهمة أنه يريد أنه كل الجهات الأمنية الموجودة على مستوى المواقع المختلفة أنه يريد يسمحوا بالحاجات لأنه نستطيع نضمن سلامة المواطنين هنا وأنه يتلقوا الرعاية الصحية وإحنا نقدر نقدم الرعاية الصحية في مواقعنا أو في مواقعنا الصحية نعم في مركز بتاع غسيل كولة في الدلن والله ينغسل الناس يمشوا في كادوغلي ويغسل في لوبيت وهذه حاليا طبعا يشعر كادوغلي الدلن مكفول يعني عندنا في ناس يمشوا المراكز المكفول يمشوا 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 ليمد وفي حين هنا يعني كادوغلي الدلن هو كادوغلي فيها مركز بتاع الغسيل فهذه من الإشكالات التي يعانون منها أمراض الفشل الكلوي يعني أو الناس يستعجوا لغسيل نعم أعدادهم كبيرة الناس الموجودين في الدلن والله أعدادهم كبيرة أعدادهم كبيرة يعني يعني تغريبا في الشهر يمكن ما يقل من 8 أو 9 يغسله طيب الحاجة دي ما ممكن يعني تتعالج على المستوى بتاعت التنسيق ما بين الحركة الشعبية والسلطات في الدلن مثلا النازل يتم استثناء مثلا اسمه لهم بالمرور لأنه تكاليف عالية إذا زول من الدلن لما يصل الأبيت أو يصل مدني التكاليف بتكون عالية في ظل الظروف للناس بتعاني منها حاليا في مبادرات حاليا للموضو ده يعني عند المبادرات مع شباب مبادرات شبابية هم متوفقين حاليا مبادرات مشت كويس أنه الناس يفتحوا بزاعة الحاجات الطبية أو الحاجات بعلقة بالحغل الصحي أنه الناس يتمسعوب لها والناس خايدين مبادرة أنه يفتحوا الشعر حتى على حاجات التومينية الحاجات التي تجد على مستوى الحاجات الشددين بصور الطبية من المستهلكات الطبية وغير بالإضافة للأمراض المزمينة والناس المذكرة حاليا يفتحوا متوفقين مع الأطراف يفتحوا الإستثناء الحاجات يفتحوا يفتحوا لكن يفتحوا البداية لكن يفتحوا في بعض الجهة يفتحوا لأيام شكرا لك سيد جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلن بولاية جنوب كردفان كان معنا حول الأوضاع الصحية بالمحلية وشكرا لكم عزائي المتابعين وإلى لقاء جديد دمتم بخير وعافية